اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فان مفهوم العبادة شامل لجميع ابواب الخير النافعة للعباد والبلاد وقد نظر الدين الحنيف الى العمل نظرة تعظيم وتوقير وجعله بابا من ابواب القربات حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في شاب مر على الصحابة رضي الله عنهم فاعجبهم قوته ونشاطه ان كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله وان كان خرج يسعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله وان كان خرج يسعى على اهله ففي سبيل الله ويقول صلى الله عليه وسلم ان قام بالساعة وفي يد احدكم فسيلة فان استطاع ان لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها واذا كان شهر رمضان المبارك شهر التقرب الى الله تعالى بجميع انواع الطاعات من صوم وصلاة وقراءة قرآن وصدق فان لاجتهاد في العمل واتقانه في ذلك الشهر الفضيل من الاهمية بمكان لان رمضان شهر جد ورشاط لا شهر كسل او بطالة واذا كان المقصد الاعظم من الصيام التقوى حيث يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فان تمام التقوى لا يتحقق بكون الانسان عالة على الاخرين انما يتحقق بجده وعمله واستغنائه عن المسألة فقد كان نبي الله داود عليه السلام كثير الصيام ولم يمنعه صيامه من اتقان عمله الشاق في صناعة الحديد حيث يقول الحق سبحانه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل حيث يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات واذا كانت المراقبة من غايات السيام فان ذلك يدعو الصائم الى الوفاء بحق العمل فالعمل امانة يجب اداؤها حيث يقول الحق سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون والصائم الذي يجتهد في صيامه وصلاته وسائر عباداته لانه يعلم ان الله عز وجل يراه ويراقبه ينبغي ان يعلم ان الله سبحانه يرى عمله واتقانه ويراقبه في كل ذلك حيث يقول سبحانه وما تكون في شأن وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين واذا كان من اهم ما يجب ان يحرص عليه الصائم اكل الحلال واستجابة الدعاء فعليه ان يدرك انه اذا اخذ الاجر ولم يؤدي حق العمل فانه انما يأكل سحتا وحراما والمتأمر في التاريخ الاسلامي يجد ان رمضان شهر الانتصارات ففيه كان يوم بدر حيث نصر الله تعالى عباده المؤمنين في معركة فاصلة بين الحق والباطل على قلة اعددهم وعدتهم حيث يقول الحق سبحانه ولقد نصاركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز وفيه كان فتح مكة وفيه كان يوم العاشر من رمضان والكثير من ايام العزة والنصر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين في يوم العاشر من رمضان كان نصر السادس من اكتوبر المجيد الذي كان يوم استعادة الارض والكرامة فكان النصر المجيد في شهر الصيام والقيام والقرآن والدعاء لابطال القوات المسلحة المصرية سمام الامان للدفاع عن الدين والوطن والارض والارض وقد برزت فيه شجاعة الجندي المصري وبسالته وتضحيته في سبيل وطنه وما زالت قواتنا المسلحة الباسلة درعا وسيفا لوطنها حفظ الله مصر قائدا حكيما وشعبا كريما وحفظ قواتنا المسلحة الباسلة وجعل ايام مصر كلها ايام عزة ونصر وتقدم ورقي اللهم احفظ مصر واهلها من كل سوء ومكروه وجعلها في امنك وامانك وضمانك الى يوم الدين